تتنوع أصناف الأرز المصري المنزرعة في صفاتها وقدراتها على تحمل الظروف كما تواكب التحديات التي تواجه المجال الزراعي وتعد معظم هذه الأصناف عالية الإنتاجية ومقاومة للأمراض وذات صفات جودة عالية تلائم ذوق المستهلك المصري أصناف جديدة ومتنوعة للأرز المصري تتميز في صفاتها وقدرتها على تحمل الظروف لمواكبة التحديات التي تواجه المجال الزراعي بصفة عامة وزراعة محصول الأرز بصفة خاصة مقارنة بالأصناف القديمة من الأرز لتوفير احتياجات المستهلك المحلية زراعة الأرز تواجه العديد من التحديات منها مياه الري وزيادة الأملاح في الطربة إلا أن الأصناف المنزرعة حديثا تغلبت على تلك التحديات فنجد أن أصناف الأرز الحديثة أثبتت كفاءتها في تحمل الزراعة في الأراضي الملحية الأصناف المبكرة دي بتوفر لي من 20% لتلاتين في الماء لاستهلاك المائي مقارنة بالأصناف القديمة جيزة 171 جيزة 172 بالإضافة لكده عندنا بعض الأصناف التي تحمل طور فترات الرأي وبننصح المزارعين بأنهم يزرعوها في المناطب ديات زي جيزة 178 جيزة 179 وساخة سوبر 300 دي بتروى كل 7-8 تيام دون التأثير على المحصول عندنا مجموعة من السلالات المبشرة دلوقتي منها الإندكا جابونكا موجودة دلوقتي في العرض ودية بتتميز أن هي أبكر من جيزة 178 بحوالي من 10 ل 15 يوم في نفس الوقت بتدي محصول أعلى حوالي 4.5 طن للفدان وبتتحمل الأراضي الملحية مقارنة بجيزة 178 التحدي الثاني هو الجفاف وترشيد مياه الري في حقول الأرز لتوفير جزء منها تستخدم في التوسعات الزراعية التي تسعى إليها الدولة في ظل الجمهورية الجديدة حيث وفرت الأصناف الحديثة حوالي 25 إلى 30% من الاستهلاك المائي للأرز بالمقارنة بالأصناف القديمة مع زيادة المحصول والإنتاجية الحمد لله احنا ربنا كرمنا بأصناف بتناسب جميع الظروف وبتناسب أو بتواكب التحديات القاصة بالرز مثل الأراضي الملحية والجفاف ونقص المياه الموجودة أو توفير على قل جزء من المياه توجه للأراضي الجديدة والمحصيل الجديدة احنا عندنا أصناف بتاعتنا كلها تعتبر دلوقتي في قصيرة العمر 120 يوم من 125 يوم والمتوسط العمر من 135 يوم من 140 يوم ده بالمقارنة بالأصناف القديمة اللي كانت بتوصل لحوالي 115 يوم الأصناف الجديدة بتاعتنا كلها عالية الإنتاجية مقاومة للأمراض وصفاتها الجودة عليها بحيث أنها تناسب زوق المستهلك المصري أهم أمراض الرز الموجودة بيكون مراض اللفحة وده مراض احنا بنتعامل معه دايما واساسي المقاومة بتاعته بتكون جزرية بإنتاج أصناف وسلولات بتكون مقاومة أصلا للمراض يعني عشان بس ما نجي نزرع وتحصل مشاكل أو كده بتكون أصلا بتكون الصنف أو السلالة الموجودة بتكون مقاومة للمراض وحتى لو حصل إصابة المقاومة بتاعته خفية جدا بتتم بحوالي رش أو رشتين من بعض المبيدات الفطرية البسيطة الموجودة الأصناف الجديدة المبكرة بتعود علينا العمر جليل بس ماشي وبتدينا انتاجية أعلى بالنسبة لـ 101-178-107-108-300 دولة أصناف مبكرة بتدينا انتاجية عالية السلالات الحديثة من الأرز حققت إقبالا كبيرا من المزارعين في محافظات زراعة الأرز المختلفة لما تمتاز به من مقاومات مختلفة لكافة التحديات والظروف نتيجة التغيرات المناخية التي يواجهها العالم حاليا ترجمة نانسي قنقر